اهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام وبعد ان تبعنا هذا التقرير بالتأكيد عرف الجميع من هم ضيوف الحدث في هذا المساء لأيضا تسليط الضوء على تتويج نادي العمرات بلقب دور كرة القدم الشاطئية هذا الموسم وذلك أيضا بعد ان حسم اللقب قبل نهاية المسابقة بجولتين قبل ان يحتفل بالتتويج وبنتيجة عريضة هذا اللقب هو الاول مشاهدين الكرام لنادي العمرات منذ شهره قبل عام من الان ولمزيد من التفاصيل ورحب باسمي وباسمكم في هذا الستوديو بسيف بن محمد البرواني نائب رئيس نادي العمرات اهلا مرحبا بك سيف مرحبا فيكم سيد الالقاء سعيدين بتواجدك معنا كما ورحب بعبدالله بن راسم الرحبي عضو مجلس ادارة نادي العمرات اهلا مرحبا بك عبدالله أعلم سهلا أستاذ عبدالله حياكم الله سعيدين بتواجدكم معنا يعني في هذا الستوديو وايضا للمشاهد الكريم نبارك لكم في البداية هذا التتويج نادي العمرات سيف الذي يسجل اسمه ايضا في قائمة المتوجين رغم انه يعني تأسس منذ عام بسم الله والشي هي نبارك نحن لأنفسنا المجلس الادارة والجماهير نادي العمرات كأول تتويج للنادي وهذه يعني نعتبر نحن هي بطولة تاريخية كمجلس الادارة خلال عام الحمد لله يعني بجهود مجلس الادارة والفرق الاهلي الحمد لله حصدنا على اول بطولة جميل ايضا يعني عبدالله هذا التتويج اتى ايضا بعد جهد بالنسبة لكم عملية استقطاب اسماء يعني تجهيز اللاعبين بشكل او باخر سنة لكن ايضا كان هناك عمل ونتاج ايضا حصدتمه نعم بالفعل مجلس الادارة من بعد ما تم اشهار النادي كان هدفه الدخول في بعض المسابقات بهدف المنافسة وليس مجرد المشاركة وبطولة القدم الشاطئية كانت احد الالعاب التي كان ينظر اليها ادارة النادي وللحمد لله تمكن النادي في الضفر بالبطولة ونعتبر ان احنا هذا انجاز انجاز في فترة واجيزة ان النادي دخل في بطولة وحصد اللقب نعم وان شاء الله نتأمل ان يكون هذه بداية لبطولات قادمة يحققها النادي ونحنا نعرف ان تطلعات الشارع الرياضة كبيرة ولكن ان شاء الله يعني القادم بيكون اجمل وهذا بداية الغيث مثل ما يقول باذن الله تعالى ايضا هناك مقابلات مشاهدين الكرام اجراها فريق البرنامج عن يعني العديد من الفوائد حول النسخة الثالثة من هذه المسابقة نتابعها معكم ثم نعود مع ضيوفي في الستوديو رسالتي طبعا بداية الاتحاد العماني لازم توسع الكرة الشاطئية الدعم الاندية في هذه اللعبة عشان يكون اكثر انتشارا اكثر مشاركة للاندية يكون طبعا يعمل نفس الذهاب واياب وايضا يعني تنفيذ بطولة غير بطولة الدوري يكون على الأقل في الموسم اكثر عن بطولة معدل بطولتين اقل حاجة وايضا عندي رسالة لهذه البطولة لأجنة الانضباط نحن اليوم نعاني نحن اليوم نلعب الختام وايضا عدنا فيه احتقاج اليوم احنا كدنا المركز الثالث بسحبات معنا ثلاث نقاط لين اليوم احنا ما عارفهم ايش الاسباب يعني لين اليوم وكانوا يقولك ما زال الموضوع عدهم في الاتحاد وما تم الرجع علينا لليوم واليوم الختام يعني احنا اليوم بعد في وزنه احنا نكون المركز الثالث لكن الاسبب خصم ثلاث نقاط الآن ما عارفهم وش الاسباب سحب ثلاث نقاط لفريق مصيرة وش الاسباب ما عارفين رسالة عن اللجنة الانضباط مفترض تعطي تنهي الموضوع قبل المباراة هذه عشان كل الفرق كل انجية عارفة اللي حالها و اللي عليها والله رسالتي اللي خير للاتحاد يعني اتمنى التوفير البيئة المناسبة لهذه اللعبة والاعلام المناسب يعني الاعلام ما مقصر طبعا لكن نتمنى يعني حضور دائما نقل مباشر في التلفزيون هذا بشكل صورة وعامة يعني والله من ناحية تطوير اللعبة مطالب للاتحاد يعني توفير المادة للاندية توفير المادة اللاعبين توفير الملاعب القميع للاندية إجبار جميع الاندية على المشاركة في هذه اللعبة لخلق تنافس يعني بشكل عام في عالم استوى السلطنة حقيقة كنا نتمنى تكون مشاركة الاندية أكثر يعني الموسم الماضي تقريبا 11 نادي مشارك هذا الموسم تقريبا 7 اندية طبعا التنافس شوي يكون أقل نتمنى الفرق إن شاء الله تكون دايما مشاركة في هذه البطولة مثل هذه البطولة تنمي لاعبين لاعبين للاندية في روافد للمنتخب يقدر المنتخب ياخذ لاعبين قدد يعني فنتمنى إن شاء الله تطوير المسابقة أيضا نفس الشيء من الجهاز الفني والإداري إذن مشاهدين الكرام بعد أن تبعنا أيضا هذه المقابلات التي أجرها فريق البرنامج أعود مع ضيوفي في الستوديو سيف بن محمد البرواني نائب رئيس نادي العمرات وعبدالله راسم الرحبي عضو مجلس إدارة النادي أعود إليك سيف التتويج يعني قبل جولتين من الختام أمر جيد لهذا الفريق وهذا دليل عن أن الفريق مشى بشكل جيد خلال هذه المسابقة الحمد لله نحن توجنا قبل نهاية الجولة بإمبارتين يعني الهدف الرئيسي كان نحن مشاركته في هذه البطولة إن نحن النافس مش ينشارك فالفريق من فنادي من أول إمبارة يعني كان يسعى نحن كنا نخذ هذه المبارات مثل المبارات الكاس ما كنا مع أنه هو نظام الدوري لكن كنا نخذ المبارات الكاس على أساس نحن نحث المجلس نحث اللاعبين على أساس أن نحن نواصل الفوز في جميع المباريات فالحمد لله رب العالمين توفقنا في حصد جميع النقاط في المباريات جميل عبد الله بدوركم أنتم أيضا كمجلس إدارة كعضاء مجلس إدارة لربما بعض الأحيان يكون الدور الثقل عليكم أكثر من رئيس النادي ومن نائب الرئيس بحكم أيضا أن العمل الميداني بشكل كبير يقع على عاتقهم أيضا المشاركة مثل هذه المشاركة وأنت في موسم أول وفي أول مشاركة أو قلنا نقول لك منذ إشهار النادي عام من إشهار النادي وبالتأكيد الجمهور يطالبك بإنجازات حتى وإن كانت مشاركتك الأولى كيف تعاملتم مع الظروف تعاملتم مع المواقف أيضا التي تعرض لها النادي حقيقة أعظام مجلس الإدارة بقيادة الشيخ محسن البحراني كان هناك فيه شغل كبير وكان هناك فيه خطة واضحة مش عليها الإدارة بحيث أن التسجيل اسم النادي في بعض المسابقات وهناك فيه نعم توزيع للأدوار الجميع قايم بدوره من رئيس النادي ونائب الرئيس وبقية العضاء كل حد قايم بدوره والحمد لله كانت هذه القهود مثمرة جميل وحصد النادي على عدة قوائز وآخرها طبعا هذا الدرع كرة القدم الشاطية وكان فيه قبل بعض القوائز الفردية في بعض المسابقات جميل فالحمد لله هذا طبعا نعم كان فيه جهد كبير وبمسانده طبعا من رئيس النادي وبقية عضاء مقلس اليدارة والحمد لله جميل سيف بالنسبة لكم أيضا عملية التعاقد مع أسماء ونجوم جيدة وأغلبها لاعبين دوليين أيضا للمنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية كيف يخدم هذا الأمر أيضا تطور كرة القدم الشاطئية لنادي العامرات؟ وضع بداية نحن قررنا على أساس أن نشارك في البطولة الشاطئية فالمجلس عقدنا اجتماع مجلس الإدارة وقررنا نحن نشكل أول شيء على الجهاز الفني طبعا الحمد لله توفقنا في المدرب هو اللاعب سابق أسحاق الماس وجلسنا معه عدة اجتماعات وتعقدنا نفس الشيء مع مساعد المدرب السناني ووضعنا خطة على أساس أنها كخطة تقدم المنتخب جميل بشكل خاص تقدم المنتخب من أي ناحية؟ والله على أساس أننا كان نحن هدفنا الأول كان نحن نحصد بطولة فعساس أنك تظهر بطولة الشواطئ فلازم يكون عند رقامات فتوجهنا كان على أساس نحن نتوجه إلى لعبين المنتخب هذه اللعبة لعبة فردية ليس لعبين كثير مارسوها فتحصل اللاعبين اللي مارسوا في هذه اللعبة قليلين جدا وبالتالي يجب أن تختار الإمكانيات التي تناسبك أيضا نعم الإمكانيات التي تناسبنا نحن كاجتمعنا مع المدرب سحاق الماس فهو عندنا خلفية سابقة هو لعب منتخب سابق وهو أخطاء صراحة يعني توفقنا نحن بهذا كوكب من النجوم وزيادة من هذا يعني نحن نفس الشي زجينا ببعض اللاعبين الفرق الأهلية على أساس أنه يكون في خليط بين لعبين المنتخب ومعنا اللاعبين الفرق الأهلية اللي اكتساب الخبرة ونبني نحن الفريق يعني أيضا اختيار العناصر هذه اللي شهدناها أيضا أتت بناء على طلب المدرب تعاقد مع هذه الأسماء نعم نحن مقلسنا مع المدرب قلسنا معه وعطينا على أساس نحن يعطينا القائمة المبدئية وكان فيه اجتماعات كثيرة وفي النهاية طبعا تناقشنا نحن كمقلس الإدارة وتوجهنا على أساس نحن نعطي الصلاحيات المدرب جميل عبد الله بالنسبة لكم أيضا يعني اليوم أنتم توجتوا بهذه البطولة أعتقد أنه سينظر الجميع إلى نادي العمرات خلال الفترة القادمة أنه نادي يدخل للمنافسة على هذه البطولة انتهى الموسم الرياضي الحالي ولكن بالتأكيد الموسم القادم سيكون بالنسبة لكم أصعب من الموسم الحالي الحفاظ على الأسماء من ناحية أيضا تواجد أسماء جيدة وبالتأكيد سيقع على عاتق الإدارة أيضا مسؤولية مهمة جدا وهي أنه هذه الأسماء اللي مثل ما تحدث فيها سيف أنه بعض أسماء الفرق الأهلية يجب أن تأخذ دورها يجب أن تصعاد بشكل جيد للفريق الأول وبالتالي ستكون أمامكم مجموعة من التحديات بالفعل مثل ما أسلف المهند السيف كان فيه هناك في الفريق نقوم ولكن النادي لم يغفل أيضا جانب الشقة فرق الأهلية وتم إشراك بعض اللاعبين بهدف للطلاع على قوانين اللعبة لأن حقيقة يمكن البيئة الجغرافية لولاية العمرات غير منطقة غير ساحلية لا يوجد بحر لا توجد بعض ممارسة سابقة للفرق الأهلية لهذه اللعبة ولكن في الأخير هي لعبة عالمية النادي لابد أن يحط قدم عليها أيضا وهي مشاركة أولى والحمد لله يعني فيه نمسنا فيه تقاوب من أبناء الولاية كلاعبين للمشاركة في هذه اللعبة ونأمل إن شاء الله في القادم أن يكون مشاركة أوسعة بإذن الله تعالى وإن شاء الله يعني طبعا من حق أي نادي طبعا التعاقد مع أي لاعب هذا أمر حقيقي بالفعل لكن أنا أرعودي إليك سيفي أمر مهم جدا مشاركة سبعة أندية في هذا الدوري هل يخدم مصلحة كرة القدم الشاطئية بشكل جيد يعني أنت تشعر أنه يعني خلينا نقولك بالعامية يرز التعب اللي أنا أتعبه مقابل مشاركة سبعة أندية والله هو كتعب كان صراحة إن جهد كبير من إجلس الإدارة و من جهاز الفن والإدارة يعني نحن لما جلسنا سابقا البطولة السابقة كانت توقع أكثر من سبعة أندية المشاركة في البطولة والله نحن كنا نتمنى نفس الشيء في هذه النسخة الثالثة إن يكون الأنية المشاركة تكون أكثر على أساس يكون أكثر تنافسية السنة الماضية كان 11 نادي مشاركة اليوم سبعة أندية يمكن الموسم القادم أربعة ففي عزوف صراحة في الأنية أي سبب العزوف هذا؟ والله هل هي مثلا لازم نوقف عليها نحن مثلا كأندية مع الاتحاد العماني لكرة القدم هل هي مثلا المادة أم المكافآت المكافآت التي ترصد من الاتحاد العماني في المقابل أنه في مصاريف وجهود من الأندية هل هذه المصاريف والجهود في النهاية متفوز باللقب هل هي مثمرة على أساس أن أنا أشارك في اللعبة؟ ولا لا هذا السؤال الذي سألتك في البداية هل تشعر أنه هذا الجهد مقابل العائد يكون مجزي؟ ولا لا سأعود إلى هذا السؤال لكن قبل ذلك نتابع المقابل لأجراها فريق البرنامج أيضا مع قتيبة الغيلاني نائب رئيس الاتحاد ثم نعود لمواصلة الحديث عن هذا الأمر قتيبة تحدث أيضا عن عزوف بعض الأندية عن المشاركة نتابع طبعا نحن نأمل أن يكون في مشاركة أكثر لأن كلما كانت مشاركة أكبر من العدد الأندية كلما كانت عدد المبارد يكون أكثر الديانة بالفنة يرتفع ويكون أكثر أعداد اللاعبين والخيارات تكون موسعة بشكل أكبر لكن الحمد لله أنا أتكلم اليوم الموسم الثالث على التوالي البطولة تنجح وإن شاء الله نتمنى لكل عمل يحتاج تحسين وإن شاء الله نحن نوقف على السلبيات لأجل أن نحسن في الموسم القادم بإذن الله طبعا هذه الخيارات هي متاحة للأدارات الأندية نحن لا نتحكم اليوم بإقرارات الأدارات الأندية لكن نحن نسعى دائما نتواصل مع الأندية لأن نكون أكبر شريحة ممكن تشارك في البطوات النوعية مثل الصلاة والشواطئ إذن عودة بعد أن استمعنا حديث قتيبة الغيلاني إيش تعليقك على حديث قتيبة بخصوص أيضا يعني مشاركة سبعة أندية هو يمنى النفس أن تشارك أكثر من سبعة أندية لكن يعني لو نحسبها أيضا بالمنطق كيف تكون الأمور بالنسبة لكم أنت اليوم مثلا في نادي العامرات أو مثلا في إدارة النادي هل مجزي أني أنا أشارك في بطولة مصروفاتها أكثر من جائزتها ولا لا وذا مبدئيا نحن كنادي نحن نعرف مثلا أصلا جميع البطولات التي تقام أصلا هنا في أمان يعني المصروفات دائما أعلى من المكافآت والجوائز ولكن نحن نظرتنا كانت مش الجائزة نحن نظرتنا على أساس نحن نسعى نرفع اسم النادي كأول سنة لشهار فهذه كانت نظرة الشيخ محسن كأول سنة ولكن المجلس بيأقد اجتماع إن شاء الله الأسبوع القادم على أساس أنه يناقش بعض الأمور التي حدثت السنة الماضية ونضع رزنامه والخطة المستقبلية لـ 2024 إن شاء الله جميل أعود إليك عبدالله من جديد الحديث عن هذه المسابقة مشاركة أكبر عدد ممكن من الأندية بالنسبة لكم أمر جيد مقارنة بأيضا يعني ما تترتب عليه من تجهيزات ومن أمور ومن مباريات وغير ذلك بالطبع كلما زاد عدد الأندية المشاركة دليل على شعبية اللعبة وأيضا نقاح أكبر ومشاركة جماهرية أكبر فأنا أتمنى أن يتم التسليط الضوء أكثر على هذه اللعبة وأيضا النظر في الدعم المقدم لهذه اللعبة يعني كرة القدم الشاطئية لا تختلف كثيرا عن كرة القدم في الجانب الآخر الأندية أيضا عليها أن لا تنظر بشكل مباشر للمكافأة لأن لو نظرنا إلى معظم الألعاب الرياضية في جانب المكافأات ممكن يكون غير مقدن المشاركة لكن هل كنادي أقف مكتوف الأيدي أن لا أشارك في المسابقات جميل لا بالطبع يعني لا بد من المشاركة ولا بد أن الاتحاد أيضا أن يقوم بدور أكبر وينظر أيضا في مسألة رفع مكافأات للأندية هذا قانب والقانب الآخر أنت اليوم لو سألت أي واحد خارق هذه الأندية المشاركة يعرف عن هذه البطولة تقريبا لا هذا أيضا يقع العاتق على دور أيضا الإعلام الرياضة أيضا لدور نحن نعم الإعلام الرياضة قايم بدور لكن نحن نتطلع إلى دور أكبر فهي قهود مشتركة بين الأندية وبين الاتحاد وبين الإعلام أكيد أكيد نعم هذا أيضا عامل مشترك وأمر مشترك أيضا بين الجميع وبالتأكيد نبارك لكم من جديد حصولكم على أيضا هذه البطولة الفاضل سيف بن محمد البرواني نائب رئيس نادي العمرات وعبد الله بن راسم الرحبي عضو مجلس إدارة نادي العمرات نبارك لكم وإذن الله تعالى نراكم الموسم القادم وأنتم تنافسوا على البطولة من جديد نتمنى التوفيق أيضا لكل الأندية التي ستشارك وأن تتسع قاعدة الأندية المشاركة في هذه البطولة شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم وصراحة ننهي الختام نبارك لمجلس إدارة ونبارك كذلك للجماهير العمرات صراحة الجماهير كانت واقف مع النادي من أول مشاركة جميل وإن شاء الله بإذن الله تعالى نطلع في مشاركات في كل الألعاب بإذن الله شكرا جزيلا لكم وشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على حصن المتابعة والمشاهدة نلقاكم غدا كونوا سالمين وآمنين هذه التحيات وتحيات طاقم العمل وهذه التحيات الزميل العزيز في الإخراج محسن الشحر إلى اللقاء